موسيقى استولت على 9 مليار دولار من أباطرة المال والأعمال في وادي السيليكون وأطلق عليها لقب أصغر مليارديرية عصامية في التاريخ ظهرت على أغلفة أرقى المجلات وأسموها ستيف جوبس القادر تعرف إلى إليزابيث هولمز المحتالة الأصغر في العالم في العام 2003 تركت هولمز دراسة الهندسة الكيميائية في جامعة ستارفورد لتؤسس شركة ثيرانوس في وادي السيليكون وحملت معها فكرة جنونية آلة بحجم كمبيوتر منزلي ستلغي وظيفة الطبيب كليا معقول ادعت هولمز أن آلتها المنشودة ستعرف كل أمراضك وتقدم لك وصفة الشتاء الأكيدة عبر سحب نقطة دم واحدة من جسمك فكرة تبدو أقرب للخيال لكن ما رأيك أن بطلة قصتنا استطاعت أن تقنع بها كيانات مالية ضخمة وهي بعمر تسعة عشر عاما لتعرف كيف فعلتها إليك قواعد لإحتيال الستة القاعدة الأولى استلهم روح وادي السيليكون معظمنا ينظر لشخص ترك الجامعة على أنه فاشل لكن ليس في وادي السيليكون هنا ستجد أن الذين تركوا جامعاتهم أصبحوا ملوك التكنولوجيا في العالم ستيف جوبز مارك زوكربير وبيرل جيلز بالنسبة لملوك المال كانت حالة هولمز مثالية فتات انتركت الجامعة وبدأت شركتها من قبو المنزل ومن لم يفعل ذلك في وادي السيليكون القاعدة الثانية قل إنك ستيف جوبز القادم إليزابيث كانت تقلد جوبز بشكل مبالغ فيه تلبس مثله تأخذ نفس وضعيته عند التقاط الصورة بل وكانت اجتماعاتها الأسبوعية مع فريق العمل في نفس يوم اجتماعات جوبز مع فريقه ولم تأخذ أي إجازات خلال عملها تماما كما فعل جوبز كما أنها استعانت بنفس فريق التسويق الذي وظفته أبل عند انطلاقاتها الثورية بقيادة آفي تيفانيان القاعدة الثالثة إمنع العالم ضجيجا بجمل التحقيص حينما ترى هولمز في محاضرات تيد ستجدها تتحدث دائما عن ذلك الشغف الشديد بما تفعل وكأنها قادرة على الإثيان بالمعجزات ستجد أحاديث تقول فيها أنت تستطيع أو لا تدع أحدا يخبرك بما تريد حتى أنها بعد التشار أولى فضائح شركتها في جريدة وارل ستريت كان ردها القاعدة الرابعة اظهر بمظهر المحتال المحتال هو أكثر الناس أناقة في الحجرة منذ اللحظة الأولى عملت هولمز على إظهار نفسها بمكانة عالية فكريا وماديا ظهرت على أغلفة أرقى المجلات كالفوربس والفورشن وظهرت أيضا في تيدكس وبرامج الصباح والمساء كانت في كل مكان وكل ما شاهدتها ستجدها تتحدث عن الإنجاز والعمل والنجاح القاعدة الخامسة قدم نموذج استثمار بسيطا ومنطقيا ومغريا حرست هولمز طيلة خمس عشرة سنة على أن تقدم مشروعها بصورة منمقة وبسيطة ومغرية لذلك تركت الأساسات العلمية الدقيقة لجهازها وانتقلت مباشرة إلى الإمكانات التي تسيل لعاب المستثمرين فعملية فحص دام بتلك البساطة وبجهاز بحجم حاسوب المنزل ستدفع أعداد أكبر من الناس لإجراء الفحوصات بالتالي لا تحتاج إلى مخبر التحليل ولا داعي للطبيب ستفعل كل شيء في المنزل لذلك فإن ذلك الجهاز البسيط كان بمنزلة الآيفون الجديد في عالم الرعاية الصحية لقد استطاعت هولمز إقناع أكبر رجال المال والأعمال في أمريكا كي يدفع لها عشرات الملايين وبينهم أسماء كبيرة جدا القاعدة السابسة استعن بجيش من المحامين لإيقاف التعليقات السلبية اعتمدت هولمز منذ البداية على السرية التامة كي لا يعرف أحد أي شيء عن مشروعها انتهجت من أجل ذلك سياسات تخويتية غاية في القصوة حيث فرضت غرامات ضخمة على كل من يفشي سرا من أسرار شركتها سواء من الموظفين أو حتى الزائرين العابرين وعينت من أجل الملاحقات القانونية رجلا اسمه ديفيد بوبس ويعد أشهر المحامين في أمريكا وكانت النتيجة أنه كلما حاول أحدهم النطق بكلمة عن كيرا روس قام فريق المحامين بالتحرش القانوني به لعدة شهور حتى يسكت وبالفعل دفعت هولمز بثلاثة من موظفيها لساحات القضاء استمرت الأمور بتلك الحالة من السرية التامة حتى جاء جون كاريرو الصحفي في وولستريت جورنال اشتبه كاريرو في الأمر وبدأ بطرح التساؤلات في الوسط الطبي فإن ابتكار جهاز كهذا يمكن أن يأخذ عقودا طويلة وليس عدة أشهر في قبو المنزل في وادي السيليكون قد يعتمد رائد الأعمال على طريقة اكذب حتى تفعلها يجبع التمويل أولا ثم بعد ذلك يبدأ في العمل على الفكرة لكن في عالم الأجهزة الطبية لا بد من عشرات الورقات العللية والتقارير المعقدة الموثقة في مجلات رفيعة الشأن ليس الأمر أن تكتب كود لعبة بدت هذه التقنية غير ممكنة للمتخصصين في سحب الدم عبر الإصبع أقل جودة من سحبه مباشرة عبر الوري وذلك لأن تحليلات الدم تختلف عن بعضها البعض بصورة لا تصنح باتحادها لأن بعض الفخص يتلف العينة أو يغير من طبيعتها كتب كاريرو أكثر من أربعين تحقيقا عن هذه القصة وتمكن شيئا فشيئا بالاتحاد مع مجموعة من المهتمين بالأمر من دفع الحكومة الأمريكية لتقصي أوضاع فيرانوس وأخيرا كبت احضيالها هولمز الآن متهمة بالاحتيال وأجبرت شركتها على إغلاق معاملها ومراكز اكتباراتها وتوقفت عن العمل للأبد بينما تواجه هولمز السجن لمدة عشرين سنة بسبب تهديد صحة آلاف البشر عبر استخدام أجهزة فاسدة إليزابيت هي نموذج لكل ما هو سطحي في العالم المعاصر استخدمت معلومات مغنوطة وسطحية لكنها مقدمة بلغة جميلة ومنمقة قدمت نفسها كنموذج للنجاح ليس بإنجازاتها ولكن بما تقوله من جمل التحديث انتشرت أخبارها كالنار في الهجيم وصورت المنشورات الصحفية على أنها ستيف جوبس القادم صدقها الناس على مدى أكثر من عشر سنوات وقع الجميع تحت تأثير هالتها ولم يفكر الكثيرون في السؤال عن أهم شيء في تلك القصة ما هو جهاز هولمز الذي تتحدث عنه هل تتخيل حجم الكارثة لا يمكن أن يحدث ذلك إلا في عالم زائف بطبعه يقدس المطاهر فوق أي شيء آخر وهذا بدوره يدعون للكثير من التأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر